بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا اهلا سهلا فيكم الزقائي بقناة الغيدا خصبورت اليوم راح نحكي عن مباراة منتخبنا السوري امام المنتخب البحريني الشقيق راح نبتدي اول شي بالتشكيلة المدرب نبيل معلول لعب بخطة 4-2-3-1 بحراتس المرنة طاها موسى باقي يمين يوسف محمد وباقي ياسار مؤيد العجان مع عمرو ميداني وفرس ارنان اوط بغلبين دفاع لعب بلاعبين ارتكاز نياز عثمان وكامل حميشي جناح يمين لعب محمود المواس جناح يصار محمد مرمور صانع علاب محمد عثمان ولعب البركات رئيس حربي المنتخب البحريني الشقيق لعب بخطة 4-5-1 مع المدرب سوزا طبعا المنتخب منتخبنا استحق الخسارة والمنتخب البحريني ضيع اكتر من فرصة وتصدتها موصلة فرصتين محققتين يعني كان فيه سجل فيه المنتخب البحريني هدفين ويتصير النتيجة خمسة واحد منتخبنا كان ضيع بشكل كامل ما كان فيه تنظيم ابدا ما كان فيه ربط بين الخطوط الحال الدفاعي والمنظومة الدفاعية كانت معدومة تماما ما فيه دفاع نهائيا كان عم يلعب اكتر من اللاعب فيه اكتر من اللاعب كان يلعب ما كان هذا مركز واللي عم يلعب فيه يعني اعتمد مثل اللاعب مثلا يوسف محمد عم يلعب باقي يمين هو لاعب تقيل تقيل بالحركة يعني ما بيخدم معك هجوميا ما ما نقادر يطلع يساند الهجوم وهو بالاساس هو ما بيلعب يعني ما بيلعب باقي يمين مع هيك انه كان عم يلعبه باقي يمين وما استفاد منه نهائيا يعني الجهة اليمين كانت معدومة تماما يعني كانت خارج المباراة يعني الجهة اليمين نهائيا ما الى علاقة بالمباراة تماما مشكلة اي خطورة محمود المواس بالجهة اليمين كجناح كان لحاله عم يلعب يعني ضايع تماما ما كان فيه تنشيط ابدا لهي الحالة بالمقابل مؤيد العجان بالباق اليسار يعني هو ما نجاهز بدنيا ليش ما ساما لعب عمرو جنيات كمان لعب ممتاز عمرو جنيات بلعب الكرام السوري مطرح مؤيد العجان شفنا كتير كمان يعني ما كان عم يؤدي أداء أبدا هو ما نجاهز بدنيا يعني واضح انه ما نجاهز بدنيا بالمقابل كمان عمرو ميداني فارس ارناوت فارس ارناوت لعب حلو ومنتاز بس مشكلته اسا ما عنده القدرة على اللعب المبارات للضغط العالي يعني شوف بكل هجم للمنتخب البحريني عم يضغط على دفاعنا بتشوف فارس ارناوت يا بده يرتكب خطأ يا بيضيع يا بيسلم بيوزع طابية غلاط يعني انه دائما عم يكون تحت الضغط ضايع تماما مو قادر ابدا لا يبني هجم لا يلعب طابات طويلة صحيحة ضايع تماما وعم يشوف فارس ارناوت دائما بالهجمات للمنتخب البحريني متأخرشوف فارس ارناوت ما عم يقدر يغطي حل الهجومي للمتخب البحريني يعني دائما متأخر عن المهاجم البحريني المهاجم البحريني دائما عم يسبق فارس ارناوته بخطوطين وم عم يشكل عليه خطورة ابدا عم ياخد حريته بشكل كامل يعني المهاجم البحريني و يسجل و يعمل خطورة على منتخبنا عمره ميداني كمان ما في تناغم بينه ابدا هو و فارس ارنقوت ما شفنا هالحال الدفاعية كانت مع دومة صفر نهائيا يعني ما كان فيه دفاع نهائيا لمنتخبنا بالارتكاس عم يلعب اياز عسما و كامل احميشي كامل احميشي لاعب موهوب بس ما كان بيوم اليوم ياز عسما بالمقابل اللعب شوي تقيل يعني هو ما بيلعب بهذا المركز ممكن كان مسلا ياز عسما ممكن تلعبه جناح بلعب جناح يصار و بلعب جناح يمين بس انه تلعبه محور ارتكاز ما بيلعب محور ارتكاز هو يعني مغانا ما نقادر انه محور ارتكاز هو مهمته انه يوصل خطوط الوسط بالدفاع مع بعض و يساند و يرجع مع الدفاع يعني ما عنده قدرة ولا نزعة دفاعية ابدا و لا انه قادر يربط الخط الوسط مع خط الدفاع نهائيا كان ممكن لعب مثلا محمد عثمان محمد عثمان عم يلعب مع الخريطيات بمركز صانع العب بس عنده قدرة دفاعية و يتميز بسلس كتير بالحركة و بوزع توزيعات كتير حلوة و عنده سرعة بين الحال الهجومي و الدفاعي يعني بساند الهجوم و نفس الوقت قادر انه يرجع يدافع كان فيه مثلا يلاعب ياز عثمان محل محمد عثمان كصانع العب و محمد عثمان يرجعه مع كامل الحميشة يكون محور الارتكاز محمود المواز لعب ممتاز يعني و قيمة كبيرة للمنتخب بس كمان كان ضايع تماما لانه جهة اليمين بالمنتخب كانت ميتة ما فيها تنشيط و ما فيه هجوم يلا يوسف محمد قادر يوصل طابات لما محمود المواز وجهة اليمين كله ميتة حتى إياس عثمان مقدر يوصل طابي لما محمود مواز و محمود مواز كان لحاله كأنه عم يلعب لحاله يعني ما فيه طابب توصل له ما فيه شي بيخليه انه يعمل اي هجمة خطيرة او اي طابة حلوة توصل له محمد مرمور كمان كان ضايع تماما لعبين الدور السوري بشكل عام يعني ما قدوا الاداء بشكل مطلوب والبركات يعني بالهجوم يمكن الناس متعاودي على الهجوم بالسومة وخريبين ما فيك اذا بدك تقارن هيك لاعبين بلاعين الدور السوري اكيد مرح شو ما قدم يعني المهاجم بالدور السوري مرح يعجوب اي حدا البركات يعني عامل هجمة حلوة وارتكب المدافع البحرين الخطاء عليه وتحصل عليها عضرب الجزاء بشكل عام المباراة كانت عشوائية كتير من المنتخبنا ما فيها تنظيم ابدا يعني حاولت اني احضر هجمة ما فيها هجم حاولت اني مثلا نتابع انه شي حلو بالمباراة او حلو بالمنتخب ما كان فيه يعني تكون الهجمة اه توزيعة اثنين تنقطيع او الضياء اه هجمات من الخلف ما فيه اه طابات طويلة ما فيه اه ربط بين الخطوط ما فيه كانت عشوائية المباراة بشكل كامل المنتخب البحريني كان منظم تنظيم رائع كان يعني دارس المنتخب السوري بشكل دقيق عم يعتمد اه المنتخب البحريني بشكل كامل بكل مباراة وهو بيعتمد على على الرتم البطيء يعني هو لما المباراة تكون رتم بطيء والمباراة اه هادية بيستغل المنتخب البحريني بشكل كامل وبيحصدها فورا وهذا اللي استفاد منه المنتخب البحريني امام منتخبنا كان اه رتمه بطيء كتير اه في بطء كتير بالهجمات ما انه قادر يعمل هجم مرتدي ولا قادر يبني هجم صحيحة بالمقابل هذي كان صالح المنتخب البحريني اللي كان هو سيد هاي المباراة وكانه منظم شكل ممتاز كنا عم نشوف في المنتخب البحريني هجمات منظمة هجمات بالدفاع ترابط الخطوط مع بعضها الحالة الدفاعية عندهم ممتازة البحرين كان عم يستغل الهجمات كلها بشكل حلو كل الهجمات كانت خطيرة كل الهجمات كانت عم يوصلوا يعني كل الهجم كانت عم توصل للمرمى المنتخب السوري والحالة الدفاعية عندنا كانت معدومة تماما حال الناس يمكن تقول انه مباراة ودية والمباراة الودية طبعا اكيد المباراة الودية لازم المدربي عم يجرب اللاعبين بس اه نحنا ما عم نحكي عن قيمة اللاعبين يعني ما عم نحكي كاداء فردي عم نحكي عن تنظيم الحالة بشكل كامل يعني المنتخب ككتلة وحدة ما شفت لمسات مدرب ما شفت اه اي تنظيم للهجمات ما شفت يعني لمسات المدرب بالتناغم بين الخطوط ما كانت موجودة ابدا جبنا مسلا هدف تعادل حاول منتخب السوري انه يعمل شوية ضغط بس كان كله عشوائي وحاول المدرب انه يعمل تبديلات عن يغير مرتم المباراة او يحسن من الاداء كان الاداء متل ما هو معدوم شوية محمد ريحانين نزيل حرك شوية اللعب بس مو بالاداء المطلوب ومو هاي المباراة اللي كنا ناطرينا ولا هاد المنتخب اللي كنا متلناين نشوفه يعني كان اداء سيئ كتير مباراةنا القادمة مع المنتخب الايراني اذا بكون بهاي نفس الاداء هذا رح نخصر بخمسة صفر او بس تس صفر اه اقل نتيجة ممكن نخصره اذا بهذا الاداء وبهاي الروح المدرب نبيل معلول ما بعض شو الافكار اللي عام يحاول يطبقها لا شفنا لمسات مدرب ولا شفنا اه اي تكتيق المدرب كانت عبارة عن تشجة لعبته وعشوائيات يعني ما في حتى اللاعبين يعني بتحسن انه مثل اول مرة بلعبوه مع بعض وفي لاعبين اجداد على المنتخب ماني متعودين ولا لعبانين قبل مع بعض لاني بتحس انه كل لعب عام يلعب لعب فردي حتى الطابي لما بيستلم اي لاعب سوري ما في لاعب قريب عليه انه يستلم طابي منه بيستلم الطابي اللاعب السوري ما بيعرف شو بدي يعمل فيها بتكون راحتيها عشوائية طابية عشوائية او تنقطين بشكل عام اللاعبين للدور السوري ما ادوا الاداء المطلوب ولاحظت انه لاعبين للدور السوري يعني ما صحيح انهم عم يمسلوا المنتخب وما بدنا نحكي انه نحبط العالم بس ما كانوا ابدا على قدر المسؤولين وهيك اللاعبين مستحيلة يأهلوا المنتخب لكأس العالم يعني ولا اي انجاز يعملوه واذا راح يضل المنتخب بهالاسماء هاي وبهالتفاصيل هاي المباريات الاياب راح نقصرها كل لاياتها يعني بعد ما كنا متصدرين المجموعة راح نقصر المباريات الاياب كل لاياتها يعني ببساطة لانه ما في شغل ابدا يعني حتى اللاعبين اذا بتشوفهم بتحسهم يعني ما بتحس اللاعب عم يلعبوا عنده مسئولية بالشي اللي عم يقدموا يعني عم يلعب بتحسوا ببرود بتحس اللاعبين منهارين نفسيا ومعنويا بتحسين انه عم يلعبوا هن التعبانين يعني بتحس مخزون الطاقة عند المنتهي الروح المعنوية معدومة يعني مباراة تديو نحنا ما عم نحكي عالخسارة انه خسير نحنا عم نحكي عالاداء يعني مباراة تديو يخسر المنتخب وراء صفر وخمس صفر وعشر صفر نحنا ما بهمنا النتيجة قد ما بهمنا الاداء انه عم يشوف المنتخب عم يحاول عم يلعب عم يبني هجمات عم يشوف لعب حلو بس مو لا اداء ولا نتيجة وين شغل المدرب مباري المنتخب الحريني يفاجأني كثير وبتوقع كثير رح يكون صعب على المنتخب الإيراني ومنتخب العراقي يعني يمكن يحرجون كثير بالتصفيات لأنه فعلا فريق منظم ومشغول عليه ومتعوب عليه يعني مبين لمساته ومبين شغل المدرب والتكتيك والتنظيم والضغط العالي وشفنا بالمقابل الأداء السلبي جدا يعني من منتخبنا نتمنى نحن أكيد بالمباراة القادمة نشوف تغيير على الخطة تغيير على التنظيم التكتيك يكون غير هيك اللاعبين يكونوا أكتر عم يلعبوا بجدية وبحماس ومتل ما تعودنا عليهم المنتخب الإيراني يستدعى كل نجومه وعم يجهز حاله لمباراة سوريا نرجع ونقول ما بهمنا النتيجة قد ما بهمنا الأداء يعني لو شفنا مباراة كانت حلوة وأداء حلو ما بيطلع الجمهور وبيقول إنه شو هالمنتخب وشو هالأداء وين المدرب بس نحن ما شفنا للمسات مدرب ولا حتى أداء فردي لللاعبين ولا شفنا تنظيم ولا شفنا شي كان منتخب عشوائي تماماً والمنتخب البحريني كان منتخب تنظيم فظيع يعني تكتيكياً حصر المنتخب السوري بشكل كامل يعني سيطرة بالملعب وضغط وكان سيد المباراة شعلاً يعني وما المنتخب كان الحلقة الضعيفة جداً بحياتي يعني ما شفت مباراة للمنتخب بهالضعف وهالعقم هذا كلنا عام نشوفه نتمنى بالمباراة القادمة نشوف شي حلو ومنتمنى التوفيق دائماً لمنتخب السوري انتظروني بحلقات جديدة وإن شاء الله منشوف المنتخب السوري بكأس العالم الأول مرة نتمنى دائماً التوفيق للمنتخب السوري ولكل اللاعبين ولازم يعني ما لازم ننحضيط ولا لازم نطلع ضد المنتخب لازم كل آياتنا نضل ايد وحدة مع المنتخب يعني لازم يكون معه بالخيبات والخسارة قبل الفوز لأنه بيضل المنتخب هو اللي عم ينبسل للبلاد وعم يمسلنا كل آياتنا لازم يكون كل آياتنا معه وندعمه ونشجعه حتى آخر لحظة ختاماً أصدقائي بتمنى منكم تدعموني وتشتركوا بقناتي حتى استمر وإذا في أي ملاحظة تكتبوا ليها بالتعليقات والسلام عليكم اشتركوا في القناة